السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا بكل أخواتي في كل مكان الله لا يحرمنا منكم أبدا اللهم أمين يا رب العالمين أقدم لك فايدة ويا رب تفيدك وأسأل الله العظيم رب السماوات والأرض أن يجعل الفيديو ده والمعلومات اللي هتتقال فيه شفاء لكل ده أنا عايز أقولك بس الأول تقدر تعمل الفيديو دي على إيه عشان أحفزك وفي نفس الوقت برضو عايزك من الحاجات اللي أقولك عليها أنك تكتب الحاجة اللي أنت عايزها يعني شوف أنت إيه الشيء اللي أنت عايزه مثلا مرض وعايز تخلص منه اكتبه في ورقة دي أول خطوة من الخطوات أو مثلا حاجة أنت عايز يعني مبلغ مثلا دين ومبلغ كبير وإنت تايف في الزحمة وما أنتش عارف تعمل إيه والأفكار طبعا كتيرة متهالة عليك من كل اتجاه برضو ينفع تطبق الفيديو دي عليها بس تكتبها في ورقة فكل ما حددت الحاجة اللي أنت عايزها وطلبتها من ربك وركزت عليها كل ما جذبتها لحياتك بكل بساطة طيب الطريقة الفايدة بتاعت النهار دي الفايدة دي أنا عايزة تعملها لنفسك نص ساعة في اليوم مرة واحدة بس ممكن تعملها قبل النوم ممكن تعملها بعد الفجر الوقت تشوف الوقت بقى اللي أنت يعني عايزه زي ما تحب في نص الليل في كيام الليل في الضحى في الظهر في العصر زي ما تحب ومهم جدا تكتب الحاجة بقى زي ما قلنا اللي أنت عايزها أيّا كانت هي ايه مع الله ما فيش مستحيل تعب نفسك ليه ربك سبحانه وتعالى ما تطمن ما تخلقتش انت عشان تبعيش دورك كده في الحياة متعذب لا انت مثلا وقعت في مشكلة وفي دي او حصل حاجة فاعرف ان الحاجة دي جاية تعليك مش توطيك فما تي اس فالفايدة دي او الحاجة تجلس كده مع نفسك طبعا على وضوء يفضل الوضوء وبرضو حتى لو ما فيش وضوء ما فيش مشكلة برحتك خالص عشان ما يكونش بداية يعدني عليك بس الوضوء فيه تطهير لطاقتك وافضل عشان الفايدة دي تجيب نتايج معاك وخليك دايما بقى يعني دايما بنقول احنا على الاعدة تبقى الاعدة مريحة بعد ما جلست لوحدك وكله تمام هتبدأ تاخد شهيك بعمق وتكتم النفس على قد ما تقدر ثواني مش بقولك موت نفسك ثواني بس وبعد ما خلصت النفس واخرجت الى السماء هتكرأ صورة طاعة وما تفصلش في كراءتها وبعدها خلصت الصورة هكراها تاني لاني هتكرأ ثلاث مرات في الفايدة دي اخذ برضو شهيك نفس جامد واكتموه على قد ما اقدر عشان الاستفادة واتطلع على السماء وابدأ كراءة مرة تانية وما تفصلش لنهايتها ثلاثة برضو هتاخد شهيك وزفير وتبدأ في كراءة صورة طاعة الى نهايتها يبقى كده كراءة ثلاث مرات مع ثلاثة شهيك وزفير الفرق وليه انت هتعرف بقى اثناء الكراءة مش عايزة خرب عليك الاحساس الجميل اللي هتحسه بس طبق الخطوات اللي بقولك عنه اما خلصت كراءة صورة طاعة ثلاث مرات وراء بعض برضو في نفس الجلسة وانت قاعد هتتنفس نفس بعمق واتكتمو ومن ثم اخراجه الى السماء وهتيجي مغمد عينيك وهتقول الدعاء ده كده بالظبط وانت مغمد عينيك بعد ما عملت عملية الشهيك والزفير اللهم لا سهل الا ما جعلته سهل وانت تجعل الحزن اذا شئت سهل سبع مرات وانت مغمد عينيك تغديد الدعاء ده كده اللهم لا سهل الا ما جعلته سهل وانت تجعل الحزن اذا شئت سهل وانت بتغدد الدعاء ده بنية الحاجة اللي انت كتبها في الورقة وحططها وانت بتعمل الفايدة دي ينفع ينفع تكتب في الورقة اللي انت عايزه ينفع تتعمل بنية الإصلاح ينفع تتعمل بنية رزق ينفع تتعمل بنية ديون ينفع تتعمل بنية سحر فاك السحر ينفع تتعمل بنية شفاء مرض معين ينفع تتعمل بكل اللي تتخيلوه في حياتكم كراءة طاها فايدة مش صعبة ولا حاجة وضوء جلوس في مكان هادي أصبت حالي شهيق في صورة طاها ثم زفير واحد بس بزكاء كده اكتم النفع الثواني خلصت الصورة أبدأ مرة تانية شهيق أملأ البطن وطلع الهوى إلى السماء برضو بزكاء وبعد كده أبدأ الكراءة والتالتة كذلك ومن ثم إغماد العينين وهتاخد نفس برضو وطلعه إلى السماء وتقول الدعاء اللي انت سمعته ده سبع عدات تغديد على العقل سبع عدات وانت مغمض عينيك والورقة مكتوب فيها الشيء اللي انت عايزه وحططها في جايبك أو جنبك أثناء عمل الفايدة وخلي بالكم يا جماعة الأعراض لو بتعملها على نية مرض تشفى منه أو سحر أو حاجة تأكلها أي لغبات عاملها والفايدة دي تفعيلها معاك الأعراض دي بتطلع فما تقلقش لو حصل عملية ترجيع فما تقلقش ما تدقش من حاجة أعرف إن أي مشاكل أثناء تطبيقك في الفايدة دي انت بتخرج بكل بساطة بكل مشاكلك تستمر على الفايدة دي قد إيه تستمر عليها ما يقلش عن سبع أيام وما تقولش بقى عن سبع أيام عدد وبدع لا ما تقولش كده انت ما تقولش كده في حاجات اسمها بتتسجل علينا أمورنا بتتسجل علينا ودي كمان مهم إن أنا بقى حطها لأن سعطها يعني فيها رجوع من كله بس اللي يكرهها بتدبر وبوعي الدعاء ده انت بتقول يا ربي الحزن انشئت لي يا سهل فاجعله يا ربي يا سهل انت بتطلب من ربك بس الفرق بقى في الفايدة اللي بتنقلك إنك تعملها بوعي كده والتركيز على هدف واحد ما نفعش تطلب مني كم حاجة أنا ممكن أقول عليك انت عبيض كل ما ركزتي في هدف أنا عايزه من ربي يحققه لي كل ما جزدته ليك ما تخلس حديتك عليك والفايدة والفايدة دي دعاء كون للزكي أو الزكية الإنسان اللي مشغل يعني يطبقها استمر على أسبوع وبإذن الله في خلال الأسبوع تكون أمنيتك بإذن الله تكون متحققا نسأل الله لنا لكم التوفيق وآسف لكم على الإطالة أحبكم في الله نشوفكم على خير السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مع السلامة